طيب يقول محمد إلى أي مدى ملف تنظيم الدولة مازال يمثل خطرا أو أرقا لحكومة طالبان اليوم؟ نحن قلنا بهذا في البداية عدم وقبل ذلك هناك في لقات أخرى بأنك كتنظيم أو حزب غير موجود في أفغانستان وهذا نحن خير دليل نحن ذكرنا على ذلك سابقا أيضا بأن قبل مجيء لمال الإسلامية كانت هناك جغرافيا في اختيارها أولى في شرق البلاد في ننجرهار وفي كونر وفي شمال البلاد في جوجان وفي بادغيز وفي فارياب وأيضا في محافظة الغور كان لهؤلاء هناك جغرافيا في اختيارهم وكان لهم تحرك عملي واضح جدا وكانت هناك أيضا القوات الأجنبية والاحتلال ومع إداراتها الموجودون وعندهم إمكانيات فوق تصور من ناحية المحابراتية والاقتصادية والأمنية والسياسية كلها ولكن كانوا هؤلاء موجودين الآن نحن عندما جئنا هل نحن كم مرة تحدينا ونحن نتحدى الآن مرة أخرى أن يأتي واحد ويدلنا على شبر واحد أن يكون في اختيار هؤلاء علنية أما إذا كان هناك مختبئين هنا وهنا فهذا يحدث في أي مكان ولكن مع كل ذلك نحن نقضي على هذه المشاكل بشكل كبير ولكن هناك بعض المشاكل موجودة وهي في أي بلد حتى في البلاد المستقرة ومنذ زمان موجودة نعم بسط تعهدنا وإن شاء الله بأننا سنقضي على المشاكل المتبقية ولكن لابد أن نشير أيضا إلى أن هذه المشاكل المشاكل الأمنية هناك المجتمع الدولي وبالأخص الذين جمدوا الوصول الأممالية لأبوانسان أو جاء هناك بالتحذيرات الاقتصادية على البلد لهم دور في ذلك ونحن هذا قلنا قبل أشهر بأن هذه التحذيرات وهذه المشاكل الاقتصادية التي جاءت المجتمع الدولي ومعه بالأخص بعض الدول هؤلاء فهم في الحقيقة يجدون المشاكل الأمنية بسبب لأن الفقر تعرفون بأن الفقر هو يسبب المشاكل في كثير من المجالات ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ورد في العديث كان الفقر أن يكون كفرا وكما قال عليه الصلاة والصلاة إذن الفقر هذا سبب من أسباب المهمة للمشاكل فسبب بعض المشاكل الأمنية لا شك في أن دورهم في هذه التحذيرات لهذه المشاكل ونحن قلناه في الإعلام أيضا وقلنا لهؤلاء في المجالس الخاصة في اللقاءات قلنا لهم أن هذا يسبب المشاكل الأمنية وأن برضا لك طبعا هذه المشاكل لا تبقى فقط في أبوانستان وأنها تسبب المشاكل الجميع فإذن نحن مرة أخرى نقول هذا للمجتمع الدولي والأولاد المتحدة الأمريكية ولغيرهم الذين لهم دورهم في تجميد الوصول المالية لأبوانستان وأنهم وضعوا هناك تحذيرات اقتصادية على البنوك وعلى هذه الأمور فأن يرفعوا هذه التحذيرات وإلا فالماسولية ترجع إليهم لأنهم الذين يسببون هذه المشاكل للشعب الأكواني وللعالم كلي نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر